مؤخراً بدأت تحس إنه الإمارات كأنها بقت فقرة سبتة معانا في البرنامج خاصةً لما بتشوف ما سويها كل شوية كل شوية بتطلع حاجة تفتش في وراء تدعبس إيه اللي بيحصل في البلد تلاقي وراها الإمارات كانت زمان بيقولوا شرشلة فام فتش عن المرأة دلوقتي يفتش عن الإمارات في عمليات الاستحواز على الأصول المصرية مرة في القطاع الخاص ومرة مع شركات الجيش أحدث حاجة بقى صفقة الاستحواز بتاعة مجموعة مستشفيات كليوباترا مجموعة مستشفيات كليوباترا دي هتستحوز دي مجموعة إماراتية هتستحوز على مجموعة اسمها ألاميدا لخدمات الرعاية الصحية إيه اللي حصل وإيه الاستحواز اللي هيتم بص يا سيدي مستشفيات كليوباترا بتوقع اتفاقية استحواز بالكامل على ألاميدا شركة ألميدا دي المفروض أنها شركة بتقدم خدمات صحية وبتدير وبتمتلك مجموعة من المستشفيات الخاصة في مصر زي دار الفؤاد والسلام وغيرها ده بيجي في الوقت اللي الوبا بيدرب فيه العالم المستشفيات الخاصة بتفكر أنها تندامج مع بعضها يعني في الوقت اللي الوبا بيدرب فيه العالم في كل حتة المستشفيات الخاصة بتتجه وبتفكر إلى أنها تعمل اندماج ما بينها وما بين بعضها إزاي بتيجي ألاميضا بتقولك أنا عندي مجموعة من المستشفيات وبتيجي مجموعة كليوباترا اللي هيكت قبل كده أبراج كابيتل الإماراتية وتقولك أنا هشتري الحصة كلها بتاعت الشركة دي باللي فيها بالمستشفيات بكل حد ده بيحصل إزاي ده اللي بيقوله وبيتكلم عنه الخبر بتاعة توقيع الصفقة زي ما قلنا واللي بيعرض بعض التفاصيل اعرض لي كده مصعد بعض التفاصيل اللي بتتكلم عن هذا التحقيق الغريب اللي بيحصل في مصر بتقول إيه بتقول إنه المستشفيات الخاصة بتفكر إزاي تندمج وتخلق كيانات ضخمة تحتكر الخدمات الصحية وتتحكم في الأسعار وكالة تلومبرج بتقول إنه صفقة الاندماج دي بتعدل أضخم في قطاع الصحة في أفريقيا مش في مصر وقدرت الوكالة قيمتها بنص مليار دولار لأنها بتعزز هيمنة مجموعة كليوباترا الإمارات على مستشفيات الدرجة الأولى في القاهرة والجيزة هاتلي بقى الخبر بتاع بلومبرج وإحنا نشوف إيه اللي بيحصل بلومبرج بتقول إن صفقة استحواز كليوباترا على ألاميدا بتصل لنص مليار دولار 500 مليون الاتفاق ده المفروض إنه هينقل مستشفيات السلام الدولي في المعادي والقاهرة الجديدة ودار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر ودار الفؤاد اللي في مدينة نصر إلى تبعية وبلكية مباشرة لشركة كليوباترا الإماراتي الكيان الجديد هيتحكم في حوالي 1450 سرير خلي بالك أنت بتتكلم في عز الموجة التانية من كورونا وفي عز ما أنت عندك مشكلة في الأطقم الطبية والموارد والمستشفيات والأسرة 1450 سرير بيمثلوا 15% من إجمال الأسرة في القاهرة الكبرى والجيزة يعني القاهرة والجيزة والأهم إنه هيجذب أكبر الأطباء وهيحتكر تخصصات بعينها وهيتحكم في أسعار الخدمات العلاجية زي ما كنا تكلمنا قبل كده عن إنه الإمارات هي والسعودية بيسعوا للاستحواز على شركة أمون للأدوية لو حضراتكم تتذكروا الصفقة المرادة بيبدو إنها غير مرضي عنها تماما في ظل تغير مستوى العلاقة بين مصر والأمرات زي ما شفنا في ملفات تانية زي الملف الليبي وغيره المهم إنه في تاني رد فعل منه على نفس الصفقة بيعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفضوا المبدأي للصفقة طبعا جهاز منع المنافسة ده جهاز موجود في مصر متأسس بقاله سنين وهدفوا إنه يمنع الاحتكار فهو أعلن رفضوا لهذه الصفقة في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر وده ما قد يتبعوا إضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة بحسب البيان طلع جهاز حماية المنافسة بيقول إنه بيرفض صفقة الاستحواز بتاعة مستشفيات كيلوباترا على مجموعة ألميضا وطلع بيان وقال بعض التفاصيل خلينا نقول لحضراتكم الجانب منها علشان نفهم إيه اللي بيحصل في المنطقة الشائكة دي تحديدا بس لو نكبر الخط سنة أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة إبراهيم السجيني قرار بإنه بيرفض صفقة استحواز مجموعة كيلوباترا على مجموعة ألميضا ليه؟ عشان في مؤشرات بالتأثير سلبا على قطاع الرعاية الصحية في مصر وقال الجهاز إن قراره جيه في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات إلى آخر ما قاله إنه قرر مجلس الإدارة إنه هيخطر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقريره المبدأي بشأن الأثار المحتمل حدوثها وقال إن الكلام ده هيدور بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن في مصر طبعا سبق وإن طالب حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة طلب من وزارة الصحة في فبراير اللي فات إنه يتدخل علشان يوقف الصفقة لإنها قد تقيد حصول المريض على أفضل الخدمات بأقل الأسعار وإنه يحق للوزارة رفض أو إتمام الصفقة لكن الغريب والعجيب إنه الجهاز بتاع حماية المنافسة ده ما عندوش صلاحية رغم إنه بيرفض ورغم إنه جهاز مؤسس أصلا علشان يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار والصفقات الإندماجية المريبة اللي من نوع ده يتم إيقافها بس للأسف القانون اللي بينظم عمل الجهاز لا يمنحه سلطة منع الاتفاقات ودي إشكالياتنا في مصر عندك أجهزة رقبية وعندك جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وجهاز منع الاحتكار وجهاز مش عارف إيه لكن هل الأجهزة دي اللي هي المفروض أجهزة رقبية علشان تحمي المجتمع من أي خطر بيتهدده هل الأجهزة دي عندها صلاحيات ما عنداش مجرد يفضل عشان يبقى عندك الشكل دولة كأن كأن في دولة لكن هل الأجهزة دي بتقوم بدورها هل الجهاز ده عنده صلاحية يروح يقولك الكيلوباترة دي أنت ما عندكش إمكانية أن أنت تعمل الاتفاقية دي وأن إحنا مش موافقين أنت مش موافق مش مهم عندك موافقت بالمناسبة حصل نفس الموقف ده مع أوبر لما كانت عايزة تستحوز على كريم في مصر خدمة السيارات المؤجرة أوبر قررت أنها هتشتري شركة كريم بتاعة العرب الأمريكاني وطلع وقتها برضو نفس الجهاز بتاع حماية المنافسة ده وقال لك الصفقة دي ما ينفعش وإحنا بنرفضها لأنها كده هتخلي فيه احتكار وهتضر بخدمة تقديم السيارات المحجوزة مسبقة إيه اللي حصل؟ ولا حاجة وأوبر استحوزت على كريم وعملت بس شوية إجراءات وبش عارف أخر والصفقة مشيت رغم رفض الجهاز حماية المنافسة فصلت تمنع الاتفاقات أصحاب المستشفيات الإماراتين يعني مصممين بقى المرة دي وإنهم بيجهزوا ملفاتهم عشان يقدموها لجهاز الحماية المرة دي داخلين بتقول لهم طبعا بعد اللقاح الصيني الهدية اللي الوزيرة طبعا مش أكيد مش هترفض لهم طلب ما هو لسه مصر مستلمة مجموعة شحنة من اللقاحات الصيني اللي جايلها بدعوة من الإمارات تيجي بعد كده ما فيش حاجة ببلاش حضرتك ما فيش حاجة ببلاش تطلع تقول الأشقاء الخليجيين والإمارات التي ساندت مصر وتحب مصر حكومة وشعبا هل الحاجات دي ببلاش فورا بتاخد وقت الإمارات بتقبض وقت خدت القاح الديني للمستشفيات السعودية خدت مش عارف إيه الديني شركة أمون ما فيش حاجة ببلاش وتيران وصنافير تشهد وغيره وغيره طول ما قرارك مرتهن للخارج أيا كان هذا الخارج فأنت ما عندكش حرية أن أنت تدفع عن حقك الجزر نفسها بتتباع الشركات مش هتتباع